موسيقى أو 9000 وظيفة جديدة ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلة للمشروعات بنحو 25 مشروعا أكدت وزارة البترول أهمية دراسة واستكشاف إمكانيات التعاون خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة لتطوير وتحديث صناعة تعدين الذهب في مصر وخلال استقبال رئيسة المؤسسة والوافد المرافق لها أكد وزير البترول طارق الملة أن الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرية تستلزم إقامة شراكات بصفة مستمرة مع شركات ومؤسسات عالمية قبرى بهدف الاستفادة مما تملكه من خبرات كما لفت الملة إلى أن مصر تمتلك مميزات كبيرة أمام الاستثمارات التعدينية مثل توفر الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا والبنية التحتية أكدت وزيرة التجارة وصنعان فينجاما وجود توجهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي وخلال استقبالها نظيرها الجيبوتي والوافد المرافق له بحثت الوزيرة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشاركة بين البلدين كما استعرض اللقاء تطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تقوم الحكومة بجهود كبيرة من أجل توفير المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا للبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة يأتي هذا المخزن بمحافظة الجيزة ليكون شهدا على جاهزية واستعداد الحكومة لتوزيع السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري على المنافذ وبدء صرفها للمواطنين مواطنين تأتي الجيزة بتسرف تموين في الشهر ما يعدل بـ 98 مليون للبدلية التموينين وجامعياتي بقائمة أسعار وبتوفر في جميع الفروع قائمة المنظومة حضرتك والتي هي 25 سلع بالنسبة للمخزون السلع المنظومة التموينية بتكون من 25 سلع 25 سلع متوفرين أساسا بما يكفي متوسط من 3 إلى 6 شهور في جميع المخازن المخازن السرطيجية والمصانع السلع بتورد أساسا بينصرف الدفعة الأولى للبدلين التموينين وجامعياتي انبتدى ينصرف فيها من 27 من يوم 27 من الشهر الماضي فالحمد لله عندنا مخزون لا يقل عن 3 شهور مخزون استراتيجي موجود من كافة 25 سلع بالنسبة لعندنا 160 فرع متطور وتجزئة موجود على مستوى شركتنا موفرين فيه بيصرف منه نقاط الخبز والتموين المواطن بيخش يصرف منها وبيخش ينقي احتياجاته منها موجودة بصفة منتظمة أما هذا المنفذ فهو واحد من 40 ألف منفذ تمويني يقوم بصرف 25 سلع تصرف شهريا للمواطنين وسط حملات رقابية يومية على هذه المنافذ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة للتأكد من جودة السلع طبعا زي ما حاك شايف المكان الحمد لله السلع متوفرة والأسعار مناسبة وزي ما حاك كنت في زيارة مخازن الجملة الحمد لله ما فيه السلع نقصة السلع كلها متوفرة بالأسعار الرسمية والسلع كلها متاحة بكمية المواطن عايزة والحمد لله كل حاجة موجودة نحن في فترة الخمسة أيام والأولين بيبقى معادي من 50% ل60% من تارجة المنصر في طول الشهر وده يؤكد أن السلع كلها متوفرة كون المواطن بيصرف طول الشهر في خلال 30 يوم ونص المواطنين اللي بيصرفه طول الشهر يصرفه في خلال 5-6 أيام ده يؤكد توفر السلع السلع متوفرة كان مكيف كل الأصناف موجودة كمياتها موجودة ده السلع اللي هي متوفرة تبع وزارة التوامنين بالإضافة للسلع الحرة اللي احنا بنجيبها دي على فرق العيش تأتي هذه الجهود تزامنا مع توجهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والتي ستنفذ قريبا لمدة 6 أشهر محمود جميل التلفزيون المصري نتحول إلى البورثة المصرية والتي أنهى التعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعية للمتعاملين الأجانب وتراجع رأس المال السوقي بنحو مليارين وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وثلاثين مليار وثمانمائة مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 9467 نقطة لينخفض بنسبة 46 من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى 94423 نقطة مؤشر EGX70 للمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فتح عند 1868 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 166 من مئة بالمئة ليغلق عند 1837 نقطة تراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر EGX100 والذي انخفض بنسبة 21 من مئة بالمئة وفتح عند سعر 2734 نقطة وأغلق عند 2699 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبانيت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و91 قرشا للشراء و18 جنيها و98 قرشا للبيع اليورو 19 جنيها و35 قرشا للشراء و19 جنيها و43 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاستريني إلى 23 جنيها و12 قرشا للبيع و23 جنيها و22 قرشا للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرم الإماراتية 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع في حين وصل أريال السعودي إلى 5 جنيهات و3 قرش للشراء و5 جنيهات و5 قرش للبيع نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة ولا تستقر فيها سعر الذهب عالميا قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مسجلا 1766 دولارا للأقية أما على صعيد المحلي فقد سجل الذهب يار 18 نحو 891 جنيه ايار 21 1040 جنيه ايار 24 سجل 1189 جنيه في حين وصل الجنيه أداب إلى 8320 جنيه مازلنا مع حضراتكم مع أسواق البترول العالمية والتي تراجعت أسعار النفط مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أبك وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديل إمدادات وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 4.6 من 10% لتسجل 99 دولارا و75 سنة للبرميل أيضا انخفض خام غرب تيكساس الوسيط بنسبة 5.2 من 10% ليسجل 93 دولارا ونصف الدولار للبرميل أما سعر المزود فقد تراجعت أيضا عالميا بالنسبة 3% لتصل إلى 3 دولارات و44 سنة لكل اللتر وتراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة 4.2 من 100% ليسجل 7 دولارات و9 سنتات لكل مليون واحدة حرارية تجتمع منظمة البلدان المصدر البترول الأوبك وحلفاء من بينهم روسيا في مجموعة الأوبك الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج الشهر سبتمبر ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في أوبك بلاس أن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس بينما قالت مصادر أخرى إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلاس بالتخلي عن تغفضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة كورونا في عام 2020 وكان الأمين العام الجديد للمجموعة هيثم الغيسة قد أكد مجددا أن عضوية روسيا في أوبك بلاس تمثل أهمية حيوية لنجاح الاتفاق بشأن إنتاج سبتمبر أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطية البترولية الاستراتيجية للولايات المتحدة قد هبط بمقدار أربعة ملايين وستمائة ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يوليو وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطية البترولية الاستراتيجية كتراجعت إلى أربعمائة وتسع وستين مليون وتسعمائة ألف برميل وهو أدنى مستوى لهم منذ مايو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين نتحول إلى أسواق الأسهم الأوروبية والتي تراجعت متأثرة بخسائر قطاع الطاقة وأغلق مؤشر ستاقس الستمائة الأوروبية منخفضا بنسبة واحد من عشر بالمئة كما هبطت أسهم شركات الطاقة بنسبة واحد ونصف بالمئة وجاء هذا انخفاض وسط مخاوف من تباطئ اقتصادي عالمية غدته بيانات اقتصادية صينية مخيبة للأمال وأرقام تظهر انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو نتحول إلى كوريا الجنوبية والتي أظهرت بيانات حكومية أن البلاد عانت من عكز تجاري لشهر الرابع على التوالي في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وسجلت البلاد عكزا تجاريا قدره 4 مليارات و670 مليون دولار الشهر الماضي حيث قفضت الوردات بالنسبة 21.18% على أساس سنوية لتسجل 65 مليار و370 مليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام ويوسف إليكم شكرا لك مرمات شكرا لك